وشوشا ازاز كده يعني طيب ومفيش راكشن قالتلي طيب البتاعة دي هتعملها لك مش عارفة ايه وضيعها لك اللي هو عارفة الخطوط اللي هنا دي لما بتيجت الكلمة كده اللي هو راكشن البني قادم الطبيعي وقلت له انا بطريق مالي حكيبتي محمد عبدالخالق يشاء السميع العليم ان انا محمد عبدالخالق كان اول اخرجه والاستاذ تامر حمزة كان اول اخرجه في فاباشتا محمد عبدالخالق مخرج بيحب الممثل ويعيش معك وامين جدا يعني ييجي يقولي حنان يعملي كذا كذلك انقيا عشان اما اهددك وقلوا الحد انا بحب المخرج اللي يجي يقولي لانهو شايفني انبسط معا عشتها بلبسها يعني مثلا ايه مرة مصعدة المخرج قالتل ايه مدام حنان انتي ما بتغيريش الشوز بتاعك قلت لم اتغيره هي عسمة دي بتلبس تتزوق. ده مش في دمخها. مش في دمخها انها تغير الجزمة بتاعتها. ولا اللي بتغير دي عايزة حد يبصي لها. قلت له لا ما اغيرش. انا بثبت على حاجة معينة. يعني بصي للحاجات دي. يعني هتلاقيني في طول المسلسل بطلقهم واحد. اتنين واحد في الشغل اللي هو الاسود كده على اليوني فارم بتاعها. والتاني اللي هو. لان دي ما بتفكرش بحاجة ده واحدة لما بتيجي تخرج من برا الفيلا بتتنكر للراجل. تفكر انها تتغير الطلوع او تغير لون الروش حتى بتاعها. ورشة الكتابة لأ غلط. غلط لان بتلاقي المشهد ده. مكتوب باحساس. وحتى مرادفات الكلام. تركيبت الجملة. بتلاقيها مختلفة. طبعا ما ينفعش ما ينفعش. لازم اللي بيبقى كاتب الكاتب الواحد قعودي اعملي ميتنج قعودي اعملي ورشة عمل بافكار بتركيبات بس اللي يكتب هو روح واحدة. وهي اللي عارفة هي اللي بتسوق هي اللي بتكتب هنا عشان ما ما تحسش انا وانا بقرأ مثلا المشاهد بحس ان ده خلاف ده. انا بحسها. تركيبت الجملة تركيبت الجملة بتلاقيها مختلفة. من مؤلف لمؤلف ثقافة وعيه احساسه واحد ممكن لما تقرأ مشهد لمؤلف تلاقيه رشق في قلبك كده والجملة ثلثة. وتقعد تلعب بيها انت كممثل تحط لها ما انت بتقولها بروحك انت. وفي جملة يا لاوي على ما شات. قاعد انا بقى احط صواميل. لان هو كتبة باحساسه هو واحساسه هو عارفة اللي هو طريق الرجاء الصالح اللي هو اقول ما ما فيها اللي هو فانعود ازباطها اللي هو احط صواميل عشان اعرف اديها. يعني عشان انا اعرف اقولها. فانا مش مع الورش. وده يكتب شخصية كزا وده يكتب شخصية كزا وده يكتب شخصية كزا. فتيجي مثلا مثلا سي حد بيكتب شخصية حنان وحد بيكتب شخصيتك وحد بيكتب شخصية. فنيجي نتجمع كلنا في مشهد واحد. اوكي. بتلاقي كلامك خلاف طريقة كلامي خلاف طريقة كلامها بتلاقي. المايا مش واحدة. النغم السنفونية دي. مش واحدة. متنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكريب علشان يوصل لك كل فيديوهاتنا ترجمة نانسي قنقر